بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم ونتجول معا في العلاقات السابقة ونتبعها بما يأتيها من علاقات لاحقة ما سبق تحدثنا عن علاقات المقاومة النوعية تعالوا نشوف صور قوانين المقاومة فيها المقاومة النوعية فيها التوصيلية وإيه ما يمكن أن ينبني عليها من تطبيقات رياضية هيا بنا وبالعبارة السابقة هيا بنا نلعب صور المقاومة تساوي روئي في علاقه هذه الصورة عرفنا منها أن روئي المقاومة النوعية وقل الطول وإيه مساحة المقطع وآر كما علم الشطار مقدار المقاومة طيب عرفنا أن مكان روئي نقدر نقول واحد على سجمة وسجمة تبقى واحد على روئي يبقى شكل العلاقة دي ممكن يكتب بالشكل التالي تبقى R بتساوي واحد على سجمة في L على إيه هل ممكن نلعب بدول؟ أه طبعا ممكن نقول من هنا أن روئي بتساوي R في مقاومة مالها على دول يعني في مقلوبهم يبقى R في إيه على L وبالتالي إحنا عارفين أن إيه أن سجمة بتساوي واحد على روئي سأل سائل قبل ما ندخل في المسائل يا ترى إيه هي سجمة دي؟ قلنا التوصيلية يبقى التوصيلية مقلوب المقاومة النوعية الله الله يعني معنى كده إيه؟ يعني نقدر أقول سجمة بتاعتنا ديك تساوي مقلوب الرؤي يعني مقلوب الأوتوبيس ده يبقى هتساوي L على R في إيه؟ هذا ما سبق طيب العلاقات دي يطلعوا ثلاثة يطلعوا أربعة نقدر نلعب معهم ما أخذناه سابقا إن إحنا نقدر من العلاقات دي نطبق في المسائل بتطبيقات مختلفة زي إيه؟ زي إن إحنا نقدر نحول دي إلى نسبة مستر حسام يعني نقدر أطلب من الطالب أقول له أوجد النسبة بين المقاومتين لموصلين والعباء طول الأول كذا مرة طول الثاني وهكذا هاخد القانون وعدله وظبطه وبالتالي أحط فيه بعد كده العلاقات من غير ما الطلبة يطلع بقى يعني إحنا نقدر نقارن ما بين مقاومة موصلين نقدر نقارن ما بين المقاومة النوعية لموصلين طول موصلين ومساحة موصلين وحجم موصلين ونصف كتر موصلين تمام قلت نفصل العلاقة على اللي إحنا عايزين بالضبط إنت عايز نسبة إيه؟ نسبة أرتين يبقى نخلي أر في ناحية والباقي في ناحية اللي في الباست فوق يبقى بنفس النسب يبقى طردي واللي في المقام يبقى عكس وتطلع العلاقة وتعوض فيها بالباقة وتبقى ما فيش فيها أي إيه كلها مشيات تمام يبقى هنا نقدر نقول إن لو عايزة جيب نسبة مقاومتين يبقى أر وان على أر تو هتساوي هاخد بقى عندي يبقى الرو إيه فوق يبقى رو إيه وان على رو إيه تو فيه اللي فوق يبقى الل وان على إيه تو اللي إيه تحت تبقى إيه تو على إيه وان ولكن تمام هنا ده لو عايزة جيب نسبة بين ممكن نكتف ورقة جديدة بس يا مستر علم علش تمام الجزء اللي تحت ده مش واضح كويس تمام تمام يبقى هنا نصغر الار دي الار بتساوي إيه؟ رو إيه في إيه على إيه؟ نطلع دي نسب مقاومة نطلع من دي تطلع إزاي؟ تعالوا نشوف كده أهو أدي أر وان على أر تو وأر وان على أر تو يعني معناها المقاومة أولا إلى سنين هتساوي اللي في الباص طيب بنفس السلوب أولا على سنين يبقى رو إيه وان على رو إيه تو في إيه وان على إيه تو في إيه تو على إيه وان طيب جميل ده لو أنا عايز أجيب نسبة مقاومتين وقلت المرة اللي فاتت إن الإيه تو على إيه وان أقدر أعوض عنها من العلاقة إيه اللي هيقولها لنا؟ مساحة المقطع مساحة المقطع نحن نعتبر أن أي موصل من الموصلات رفيع ولا تخين وصير ولا طويل هو استوانة تمام حتى لو شكل سلك كأنه شعرة هيبقى استوانة والاستوانة بصفة عامة تطلع كباية تطلع عمود تطلع ألم تطلع سلك حجمها بيساوي إيه؟ مساحة القاعدة في الارتفاع في الارتفاع ومساحة المقطع هنعتبره دائما دائر تمام تمام يبقى هنا إيه؟ هتساوي إيه؟ هتساوي باي أر تربيع أر فين دي؟ أمواله تعالى نكبر دي؟ كبرناها وشوفنا شكلها فلقناها دائرة ليها نصف خطر أر وتبقى المساحة بتاعت المقطع دي تبقى باي أر تربيع يبقى دي مين؟ دي إيه؟ يبقى هنا أقدر أقول إن إيه؟ تو على إيه وان هتساوي باي أر تو تربيع على باي أر وان تربيع نشيل الباي مع الباي تبقى أر تو على أر وان كل تربيع يبقى نقدر نشيل دو من هنا ونحط أر تو على أر وان كل تربيع إذا كان بيتعامل مع أنصف الأقطار دي أنا مساحات لعبنا دي أنا أنصف أقطار لعبنا طب دي أنا أقطار هنقول تعبنا ولا ممكن نسبة بين الأقطار هي نسبة بين الأصف الأقطار يبقى هنا نلعب بدي طب افرضه قال اوجد النسبة بين رو اي وان على رو اي تو تمام؟ الله اعمل ايه؟ اقول له اجيب العلاقة الأصلية رو اي بتساوي ار ها؟ في ايه؟ على ال ثم نعمل ايه بقى؟ نسبة نسبة حول رو وان على رو اي تو بتساوي ولكن هنا في مشكلة ممكن الطلبة يقول الله انت هتاخد اللي في البسط طردي اه واللي في المقام عكسي اه يصطدم مع جزئية في ذهنه ايه هي؟ يقول لي هي المعقولة المقاومة النوعية ما أنتمة طرديا مع المساحة وعكسيا مع الطول اقول له السنة بقى هنا تبقى بسطول صح اقول له هنا لما اجيح سيبها كحسابات القيمة التوصلية المقاومة النوعية أولا وسنين هحط المساحات طرديا وعكسيا لكن مش معنى ذلك ان المقاومة النوعية للمادة الوحدة تتغير بتغير المساحة يعني انت تتعامل مع موصلين امامك وتقارن بينهما فكل من هما له مساحة وكل من هما له طول وكل من هما له مقاومة كهربية ومنالتالي كل من هما له مقاومة نوعية يبقى كل منهم له حسبيته يبقى وانا باخد حسبيته بطبق فيها العلاقة لكن ما تلخبطنيش في ان ايه في ان المقاومة النوعية تتغير بتغير المساحة اول موصلة تحسب بدلالتهم لكن لا تتوقف عليهم جميل يبقى نقدر نقول بتساوي ار وان على ار تو في ايه وان على ايه تو ودخلنا على حرف الصفحة ال تو على ال وان جميل طيب يبقى هنا تتحل المسائل بالشكل ده طيب فرضنا عايزين نحسب سجمة يبقى نقول له سجمة بتساوي ها ناخد العلاقة سجمة مقلوب الرو طب مش الرو بتساوي ار في ايه على ال تبقى السجمة بتساوي الا على ار في ايه طيب يبقى ايه ازا سجمة وان ها على سجمة تو ار في ايه مستر تمام الله ينبر الله سجمة وان على سجمة تو ها يبقى هتساوي ايه تعالى نشوف انا عندي تلات علاقتهم يبقى نخلي بال اللي فوق يبقى وان على تو جل تحت تو على وان يبقى ال وان على ال تو في ار ها تو على ار وان في ايه تو على ايه وان طيب الجزئية بتاعت الحسابات بعض الناس ممكن يعوض النسب اللي في المسألة مباشرة وبعض الناس يكون مكر وهنا عشان ما نخلهش يحتار نقول له خد المعطيات قالك طول الاول خمسة امثال طول التاني يبقى حضراك الصغير اللي والكبير خمسة اللي تمام يبقى هدور على الهفية ودي له رمز الكمي تمام تمام والقوابه كتير نكرره ايه عدة مرات بالظبط يبقى هنا يعني حوالا نقول له بلاش تحط كسور بلاش تحط اه كسور وسط لاخبط بعضا حنحط ثلاثة على اربعة طب همين التلاثة ومين الاربعة او من الاتنين ومن الخمسة ولا من واحد لا زي ما قلنا ناخد القليل وندي له الرمز البسيط البسيط تمام والباقي نعوض به طيب ده كلام جميل خالص مفيش فيه اي اشكال لكن بعض احيان زي ما قلنا المرة الفاتت ممكن يطلب مني مسألة كأنها تعويض مباشر واجه عوضة لقيها غير مباشر ازاي يقول لي احسب مقاومة سلك قطر خير طيب اجد ادور على المقاومة النوعية لو ما الدهنيش بس الدهني بطريقة غير مباشر ادور على المساحة ما الدهنيش لا الدهني غير مباشر ادور على الطول نفس الكلام ممكن يعوض عن دول بطرق هناخد بقى كل واحدة من دول ايه اشكالها الغير مباشر جميل ناخد الايه الطول والمساح الله ده احنا قلنا من شوية وقال مستر حسام ان الاحجام للموصلات ما هي الا استوانات يبقى عندي قد المساحة ايه واد الطول قل يبقى عندي هنا بقى في حاجة اسمها الفوليوم الحجم الحجم بيساوي ايه في ال يبقى بالتالي لو ما دانيش الطول والدهني بدلالة الحجم ما قدر اقول لي ان الال بتساوي الفوليوم على ايه والايه بتساوي الفوليوم على الال الورقة فوق سنة تمام والله ينور عليك يبقى هنا اقدر عوض بقى عن الال والايه وبالتالي يبقى شكل العلاقة ما بقاش فيه لخبطة يبقى اذا نشوف شكل الار ونكتبها بالصور كتير يبقى ار بتساوي رو ايه في ال على ايه هيا بنا نشيل الال جميل يبقى نقدر نقول رو ايه نسيبها زي ما هي نشيل الال ونحط الفوليوم على ايه الله ده فيه تحت ايه بقت ايه في ايه بقت رو ايه في فوليوم على اهتئن ولا ايه تربيع ايه تربيع ايه تربيع والدلعت جميل جميل ممكن برضو نقول بتساوي رو ايه في هنسيب الال ونستخدمها وانحنا بنحل نعمل ايه نشيل الالفوليوم ونحط ايه نشيل ايه ونحط بقتنا فوليوم على ايه يبقى جميل جمال مالوش مثال كامل استاذ الفلسان اه يبقى فوليوم على ال الله مقام المقام بس بس يبقى الال اللي بقت هنا ايه طلعت ايه اه يبقى هنا بقت رو ايه في ال سكوير على الفوليوم طيب زنقونا وسألونا وارادوا ان يحرجونا وقالونا ممكن يدخل في الموضوع الكتلة جميل اقول له كتلة ايه اقول له فاكر سنة تانية سنوي واقول اعدادي خدت ان الكتلة بتساوي الحجم في الكساف يبقى نقول ام بتساوي الفوليوم في الروح الله عندي روهتين لا تنسى الروح هنا حاطين ايه يعني الاكتريسيتي والتانية سيبناها زي ما هي وفي بعض الكتب بيحط لها ام يبقى رو ام رو ماس كتلة او رو دي رو دينس كساف سميها كما تشاء في الصباح او في المساء يبقى هنا العملية مش هتعمل ايه مشكلة مشكلة يبقى هنا هتقابلني مشكلة تانية ايه ان ممكن نلعب بدون طيب يبقى الام بتساوي ايه في ال في رو وهنا بقى عايز تعوض عن ال ايه عايز تعوض عن ال ال لك ما تشاء يبقى هنا نقدر نقول ان ال ايه هتساوي ام على اه اه ايه بتساوي ايه ام على الباقي اه بالزبط يبقى على ال فرو طيب وعايز تجيب ال ال يبقى ال ال تساوي دوس على الزر ام على ايه فرو فرو وتعوض بهم وتحل وتبقى سعيد بوجود استاذنا الغال الكبير الاستاذ حسام اللي عمل لنا بهجة وسعادة وهيخلي الحصة او المحاضرة مزاك زيادة ان شاء الله انا حايف بس اقول كلمة صغيرة احنا دلوقتي اتطلموا كلك طب وانا هحفظ القوانين دي كلها اقول له لا مستر علي بيقول لك ان انت هتحفظ قانون رئيسي وتعوض وتعوض يعني احفظ قانون واحد بس انا ام تستخدم النسبة دي وامت استخدم النسبة دي وامت استخدم النسبة دي اقول له حسب معطيات المسألة يبقى ما احفظش كما بنلاقي بقى 15-20 شكل هي اراية بتساوي رؤي في ايه على اللاية ماشي وعندي الرؤي اسحب للنحية دي حط اقلب وحط سجمة بزبط واشيل بقى قلع بالقانون زي ما انا عايز بزبط وانا ارجع واقول للمعطيات لقيت في المعطيات كتلة احاول اكتب في القانون الرئيسي كتل تمام لقيت في المعطيات نص قطر اكتب في القانون الرئيسي نص قطر لقيت في المعطيات حجم اكتب في القانون الرئيسي حجم تمام او ما اعمل ايه? احط العلاقة القديمة. بزي ما هي سليمة. وبعدها اعمل ايه? هشيل الحتة اللي مش معطاة. تمام. افرضوا نوداني كتل ونسبة كتل. هيطنش يا ال ال. اه. يا ال ايه. تمام. انا ادور علم الطنشة وعور بدلها. يعني جاب لك طول الموصل. ايه. 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 واشيل ال ايه. تمام. جاب لي مساحة الموصل. يعني انت حضرك اصدق تقول ان هو عمره ما يجيب لي الكتلة في المسألة الا على حساب الايه او على حساب الايه. تمام. بالزبط كده. تمام. يبقى نقدر نقول ار وان على ار تو بتساوي. نفرض ان كان مسلا. مدخل الكتلة في الموضوع. مدخل الكتلة اقول له حاضر هيا يا ابن. كتلة ايه اللي بتكلم عليها? ام. ام بتساوي ايه? ها? ام بتساوي ايه? في الفرو. جميل. جميل. طيب. وعايز يلعب بالنسب. بالنسب الامات. يبقى هنا حيديني واحدة من الاتنين دول. واحدة فقط. واحدة فقط. طيب. طب نعمل ايه? نشوف كده. هو الداني ايه? الداني ايه? واعمل بي ايه? وتجاهله وادور على المدهنش. ما دانيش المساحة. دي بقى تجاهلها. اروح ايه ايه? بتساوي ام على الفرو. جميل. وعوض بيها هنا. تعالوا نشوف كده. يبقى اقدر اقول ار ون على ار تو. بتساوي رو اي ون على رو اي تو. في ال ون على ال تو. في اه. وابدأ بقى استنى الاوتوبيس ده. ها? يبقى اقدر اقول ايه? ايه تو. على اي ون. والعب بيها من هنا. الام فوق يبقى ام تو على ام ون. ال ال تحت يبقى ايه? ون. ون على ال تو. والرو تحت تبقى رو. ون على رو. تو. وشيل دول وحطو مكان مين? مكان ايه. ايه وكده. جميل.